نهايتك في وقت من الأوقات أنك تقول رأيك بصراحة في عمل فني إطلاقل إطلاقل هل كان بيزعل؟ بص بقى عمره وحيد ما زعل ولكن مثلا مرة مرة كنت بكت في صوت الأمة كتبت حاجة مش فكرة حاجة عن فيلم معين فشوف بقى زعله إيه؟ زعله بيمتد لمدة أسبوع فقال وقى الإبراشي ربنا تدي له الصحة بندعوله بالشفاء وقى الصديق عزيز ليا والأستاذ وحيد يعني صديق مشترك ومن المجموعة بيسموهم الأشرار مائدة الأشرار الشر كان فيها وائل كان طرف أساسي معنهم طيبين جدا ووائل وحيد من قطيب الشخصيات إنما قال له قول لي طارق أنا الأسبوع الجاي مش هقراه يعني كان صوت الأمة وكان وائل هو رئيس التحرير فساعتها يعني فقال له أنا الأسبوع الجاي حبط تلقى على طارق الشناوي خلاص فأنا افتكرت إنه كل الأسبوع بقى فهو أسبوع واحد آه يعني الكلام ده لمدة أسبوع بس لمدة أسبوع وعليل خلت الأسبوع أنا عزمت نفسي على قهوة عنده من غير ما كان معتد آه فما فيش يعني لأ وحيد مكان كان عنده مساحة مرونة مش بس مع النقد مع الفن والجزء اللي هقوله ده أهم من مقال ممكن تقرأ مقال ممكن تبقى أنت لك تحفظات على المقال يعني ده حقه لكن عمره ما كان بيشيل غضب أو موقف أو ينتقم أو يشهر زي ما بنشوف ناس كتيرة يشهروا بيك لمجرد إنك مش عاقبك الفيلم مثلا أو المسلسل فهو بتلاقي نفسك متهم بكل اتهمات الدنيا لا 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 وحيد علاقته بكل الصحفين مش بي جيدة جدا وذلك أقصى ما فيها مرة قال لي وقل أنا وحتى الأسبوع ده ما حصلش إنه ما قراش في المقال أراها برضه يعني إنما ده أقصى 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 شيء ممكن يعقبك به